وهنا لعلي أمر على شيء مهم وهي أهمية قضية الاستفادة من الوقت وإثم من يسعى في تضيعه دون أن يبدو له في أسباب صحيح جزاك الله خير هذه من الآفات المؤلمة الموجودة عندنا معشر المسلمين على تفاوت في هذه الباب لذلك تجد إحصاءات يعني منظمة العمل الدولية عن إنتاج الإنسان في العالم الثالث وأنت تعري بأن كلمة العالم الثالث هذه إنما جزء كبير منها يعني المسلمين بأن إنتاج الإنسان في بعض الدول 22 دقيقة في 24 ساعة فمسألة تضيع الأوقات هذه من الجرائم العظيمة والذنوب الكبيرة التي يتفنن فيها الناس بل وتشرف عليها الدول بإلهاء الناس بالمسابقات الكروية طبعا ليس هذا اعتراضا على الرياضة فالرياضة يمارسها المسلم ولو استحضر في ذلك أنية صالحة فهو مأجور لكن أقصد توجيه الطاقات وتوجيه الأموال وأن تكون هي معقد الولاء والبراء وقل مثل ذلك في المسابقات الفنية والسفاسف الأمور التي تنفق فيها الأوقات الكثيرة التي كانت يمكن أن تسخر في عمل نافع يعود خيره على الناس في دنياه وآخرته